افتضلت إرادة قادة الأمة الإسلامية في مؤتمر قمة الإسلامي السابع المنعقف في الدارة البيضاء يوم 14 دسمبر 1924 أن تحدث وكالة بين دول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمنافعات آلية مالية تابعة للجنة القرص زيارة أعضاء اللجنة الفيذية لاتحاد المجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اليوم لمقر وكالة بيت مال القدس شريف شكل فرصة للإطلاع على ما تقوم به لجنة القدس برئاسة صاحب جلالة الملك محمد السادس لحماية المدينة وتعم مؤسساتها وأهلها في كل ظروف في الشدائد كما في أيام رخى طبعا استعرض سيد الأمير العام للإتحاد هذه الجهود بطريقة شكر وامتنان للمملكة المغربية على ما تقوم به والوكالة طبعا بهذه الفرصة أعلنت عن حزمة جديدة من مشاريع التنمية البشرية لفائدة جمعيات المرأة الفلسطينية في القدس ومشروع عونة لدعم المزارعين في موسم قطاف الزيتون ومشروع شتاء دافئ مما يجسد استمرار عمل الوكالة رغم الظروف المحيطة بالمدينة المقدسة في هذه الأيام للأسف الشديد ما تنساش تشترك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس ترجمة نانسي قنقر